بعد إعلان مشروع الممر الاقتصادي الذي يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا حديث القادة والزعماء خلال قمة مجموعة العشرين في نيودالهي عن الطموحات الكبيرة المعلقة على هذا المشروع الضخم وتترقب الأنظار الكشف عن التفاصيل خاصة في ظل تعهدات بأن يعطي اتجاها جديدا للتواصل والتبادل التجاري والتنمية المستدامة للعالم بأسره عبر تطوير ممر للسفن والسكك الحديدية فماذا عن أهمية هذا المشروع للمنطقة وكيف تستفيد منه الدول المشاركة فيه نطرح هذه الأسئلة على ضيفنا من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية الدكتور طارق فهمي دكتور طارق أهلا بك معنا ما مدى أهمية هذا المشروع الذي يربط الهند بالشرق الأوسط بأوروبا هو بالتأكيد طبعا مشروع واعد ومشروع قائم على فكرة الشراكة المتفعلة بين كل الأطراف ليس بين الدول الست التي سيبدأ بها المشروع وهناك دراسات جدوى سابقة منذ الإدارة الأمريكية السابقة وبالتالي هذا المشروع في إطاره أفكاره المطروحة هو يبني شرق أوسط جديد أو أوروبا جديدة بالنسبة للشرق الأوسط باعتبار أنه مشروع واعد لا يتوقف فقط على ربط المواني أو إقامة خطوط سكك حديدية أو كوابل أو خطوط غاز وطرق وممرات جديدة لكن في خلفية المشروع يجب الانتباه إلى عدة أمور مهمة المشروع في حد ذاته هو مشروع جيد ويرسم إطار جديد للشرق الأوسط ويرسم مقافات جديدة للتعاون الإقليمي وشراكة دولية متعددة الأطراف لن تكتصل على الهند أو الولايات المتحدة إنما سينقر رسائل إلى أطراف أخرى عن الصين عن الأطراف الأخرى المنوعة وبالتالي السؤال المطروح هل سيتم خلال الستين يوم وكما أعلن أنه ستبدأ بها الخطوات الأولى للمشروع الأوروبيين يدعموا الفكرة بصورة كبيرة والأوروبيين كالتحاد أوروبي لديهم أيضا مشروع لمنوقة المشروع الخاص بالحزام والطريق بالنسبة للصين أنت تعلم لديهم مشروع البوابة العالمية أو الدولية وهم لديهم طموح كبير في ربط هذا المشروع بمشروعات أخرى مرتبطة طبعا بإعادة ترسيم وفك التحالفات والتربطات الجزء اقتصادي لكن هو بالفعل هو محطة مهمة جدا ومصار كبير في رسم علاقات جديدة في الإقليم الجميع رابح لا يوجد خاسر بمعنى أن الرابح الجميع من الذين سينضوون لهذا لذلك لا تفاجأ حضرتك بأن إسرائيل رحبت بالمشروع على أردن الدول الأخرى أعتقد أيضا هناك دول أخرى ستلتحك بالمشروع بعد قليل يعني زي لبنان زي سوريا على ذكر هذه النقطة دكتور طارق هل الطريق سالك أمام الممر الاقتصادي الجديد بمعنى أنه هل المناخ الآن العلاقات تراها يعني إن كان ليس فقط في الشرق الأوسط بل أيضا ما بين آسيا وأوروبا وكذلك مع الولايات المتحدة والتوتر الحاصل كذلك مع الصين هل برأيك ترى المناخ مواتيا لإنشاء الممر يعني هل هناك تحديات يجب مواجهتها بالتأكيد هناك تحديات آنية وتحديات على اللونجران أو المدى الطويل جزء منها هو مرتبط بما يجري في بنية العلاقات الدولية الآن وهناك طبعا تجاذبات كبرى ربما تؤجل أو تعطل أو يعني تضع رقيل أمام تنفيذ هذا المشروع لكن نتحدث نظريا المشروع جيد وقابل للتنفيذ وهناك طبعا شكل وإطار جديد لكن هناك مشاكل وتحديات ومخاطر أيضا بالنسبة لأن الأطراف الأخرى المناوعة ليست الصين فقط يعني الموقف الروسي على سبيل المثال المشروعات والطرق البديلة الأفكار الخاصة طبعا بالأوروبيين في الإقليم الأوروبيين صغوا وسيقة وهي وسيقة للشراكة الأوروبية مع الهند ومع دول الشرق الأوسط وبالتالي الأوروبيين أيضا على الخط الإدارة الأمريكية ربما لديها مشروعها الكبير الإدارة الأمريكية لديها حساباتها بالمناسبة متعلقة بالعملاء الانتخابية وبإدارة الرئيس بايدن الرجل يريد أن يقول أنه يقدم جديدا للعالم يريد أن يقدم مقربة يريد أن يدخل في مواجهة مع الصين وأيضا يريد يبني شراكات جديدة مع الهند طبعا ربط المواني وربط الطرق والنقل اللوجيستي هذه مشروعات عديدة لكن لا تنسى أن جزء من العالم يتحرك أيضا في نفس الإطار الدول المعنية في الإقليم تتحرك على سبيل المثال مصر تطور قناة السويس هناك موامر طاب العريش هناك خطوط سكك حديدية هنا سؤال التالي دكتور طارق بشكل مباشر بشكل مباشر لأنه ثار الجدل كذلك مدام الحديث عن سكك حديدية وربط الموانئ البحرية هل يشكل هذا المشروع منافسا لقناة السويس في مصر قولا واحدا لن يمثل أي مشكلة بالنسبة لقناة السويس هناك مشروعات عديدة داخل مشروع القناة هناك ممر لطاب العريش هناك أفكار في مصر خاصة بإقامة قناة جديدة أيضا تربط ما بين رفح العريش في أفكار خطوط سكك حديدية تربط مناطق البحر المتوسط بالبحر الأحمر أيضا بالنسبة للجانب الإسرائيلي أيضا الإسرائيلي طوروا موانيهم بصورة كبيرة ولديهم قدرات لوجستية كبيرة فبالتالي الأطراف الإقليمية المعنية حتى الأردن أيضا في هذا التطوير وبالتالي أنت تتحدث الآن عن الدول المعنية المباشرة لا أرى أن مشروع الممر سيمثل خطر مباشر على الجانب قناة السويس أنت تذكر أن إسرائيل عملت خط سكة حديد أجدود عسقلان وبدأت في مراحل معينة وكان المشروع على أنه يمثل خطر أيضا مشروع قناة البحرين الإسرائيلي شكرا يا دكتور يعني كلامك مهم جدا ولافت أنا أشكرك على صراحتك ولكن وقتنا انتهى في هذه الساعة للأسف دكتور طارق فهمي أنتم مستاذ العلاقات الدولية كنتم معنا مباشرة من القاهرة شكرا